عن طريق CSS و بلستعمل JavaScript سنطبقه واحدة لوجيك لأنه لما كان هناك product في هذه الليست سيأفيش نوع الميساج وهو no products on the list حيث الآن رغم أفيشي ولكن سنقوم باستعمل CSS لأنه لما كان هناك كودة يأفيش أول شيء نقوم بزول كودة تماماً أعدنا product الأول و product الثاني و أعدنا الميساج الذي أريد أن يأفيش هو no products on the list ووصمنا أحد الأسعاد لأنه لديك class products empty الهدف هو لحيث الـ products بجوج خاصة الميساج عادي بان ولكن من الأول ما يبانش يجب أن تحديد هذه الأسعادة لن يكون حتى شيء واحد فيهم الداخل لأن هذه الـ items يجب أن تكون خاوية لذلك تعني بأنه لن يكون حتى product شيء الأول الذي أرغم بها هو أن نضفقه products empty نأخذ selector وهو products empty و نعطيه display on لكي لا يبقى بين أدنى أبقى الألمان بين ومن بعد سنطبقه القاعدة دينا لماذا قلنا؟ قلنا لما كان حتى ألمان وصمنا items لأن القاعدة التي ستطبق ستطبق على items لنأخذ items إذا كان خاوي لنضع سوده class وهو empty كما يعني إذا كان items خاوي لا يوجد أي حتى article من بعد ما نريد أن نطبقه إذا كان items empty نريد أن الميساج يبان أولا إذا رأينا على نظر الـ tree أو الشجارة هذا products empty ومين هم إخوة لذلك إذا كانت هذا الـ wrapper هنا aside ومين إلى items وproducts empty بجم إخوة الأبع رئيسي لهم هو products لذلك لنضع هذا الأخ سنعمل بـ الذي ستحدد لنا sibling ومن بعد سنأخذ هذا المو الذي هو products empty وهو أخ وإخوة ونضع display block لذلك سيبان لذلك يعني بأنه إذا حييت هذا المو الذي وصف من items ستطبق هذه القاعدة التي كان هناك سنحيط هذا المو بجروج ونضع no products on the list إذا أرجعت هذا المو ونضع أرجع لـ ولكن الميساج لا يوجد حددنا إذا لم يكن حتى المو وصف من items ونضع لنا الميساج سنحيط لهم القاعدين لكي نستغنى على display none من products empty ونحاول نحاول هنا لدينا empty إذا كان items خاوية لماذا لا نستعمل إذا لم تكن خاوية إذا كانت عامة وإذا كانت عامة يعني not empty يعني سنطبق هنا not و empty items not empty إذا كانت عامة وفي plus block سنضع ونحيط display none كاملة من products empty سنضع articles سنحيطهم ونضع هنا ناياق no products on the list